موسيقى صعوبات اللي مرأت علينا بحرب داعش بالألفين واربعطعش إلا أنه بعون الله استطعنا أنه ننجز سبعين بالمئة من المشروع. نحن اليوم يعني من ضمن مشروع القرية اللبنانية عملنا هالفندق فندق خمس نجوم بقلبه كل الفعاليات من نادي رياضي لمركز تدليق لمسبح على السطح لمطاعم أربع مطاعم في نايت كلاب وغيره والظروف صعبة لكن نحن الإنسان لما بمر بظروف صعبة أمامه خيارين. يقفل ويقعد بالبهد. يواجه الصعوبات. نحن من النوع اللي عم نواجه الصعوبات. واليوم عم يفتتحوا مطعم جديد بهالمناسبة هايدي. رغم كل الظروف الصعبة. إلا أن بدل في عنا أمل ومقاومة إذا بدك نسميها مقاومة اقتصادية يعني لحتى نقدر ندلنا مستمرين بالعمل بدون أي توقف. الظرف صعد. نحن عم نشوف اليوم يعني نعمل أنه يبدأ الحوار بين بغداد وأربيل. الحياة بتعود تدريجيا. الناس اليوم بعد مرور آآ شهر شهر ونص على الاستفتاء. بدأت الناس تعيد تعيد الحياة تدريجيا. والثقة والأمل وغيره. نحن بالنتيجة شعب آآ شعب العراقي شعب واحد. بالنتيجة بدوليه أصيغة للتعايش مع بعضنا البعض. وضمن اتفاقات وحوار بناء. آآ بدون غالب ومغلوب لحتى نوصل. الأفضل إن شاء الله. موسيقى 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 فندق مسايا أربيل تابع لشركة كريستال العالمية. نحن متواجدين بفندقين بأربيل وبفندق ببغداد وموجودين بأكتر من الفندق السعودية وبالإمارات. موسيقى فندق مسايا أربيل بيتضمن 200 غرفة. منهم 100 غرفة موجود فيها مطبخ. يعني ممكن تستقبل عوائل. وال100 غرفة الثانيين هنه عبارة عن فندق. أكيدة بالفندق اللي بيحتوي على 200 غرفة فيه عنا قوتين نوم وثلاث قواة نوم للعائلات. موسيقى 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 لنستمر وأكيد حاولنا نسيطر على المصاريف بس ما وقفنا إبداع نحن اليوم نفتتح مطعم ليالي بيروت والحمد لله المطعم مفول أكيد المطاعم حتكون مورد للفندق لأنه المطاعم شوية تستقطب سكان البلد المتضرر الأكبر هنا الغرف قسم الغرف ويلي هو بيطلب سواح تجي من بغداد أو من البصرة أو من الناس عندهم شغل مع شركات بأربيل ممكن يكون من بيروت ممكن يكون من الإمارات إن شاء الله بتجع تثبت الأمور وبيرجع المطار بيشتخل كويس وبنقدر نرجع نرجع نسوي الغرف نحن اليوم تركيزنا كلاته على المطاعم وعلى البزنس يلي هو بيجي وذن إن يعني من قلب البلد والحمد لله الوضع جيد وما فينا إلا نتفاعل بالخير لأنه ما عنا حل ولازم البزنس يكمل طارع عماش وأنا مدير الفندق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر